أهلا أحبائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور القس نيكولا ياسمين كيف نتغلب على الاضطرابات الشخصية والنفسية أيضا نيكولا قبل ما نفوت على شو هي العلاجات المحتاجة بس بلاحظ من خلال الخدمة أنه في كتير ناس بتيجي ليسوع المسيح وبتآمن بس مع إيمانها جايبين أو حاملين سيمترلة كبيرة من باكج من الماضي فهل العلاج هو بس في الخلاص ولا كتير مرات أن هاي السيمترلة الكبيرة من الاضطرابات اللي جايبينها معها بتأثر على نموه على نضوجه على تعامله مع الآخرين يعني كيف ممكن لتعامل شوف أخي المحبوب ومشاهدين الكرام في حالات معينة اللي الله إذا دخل بطريقة معجزية أنا رأيتها لابد أنك رأيتها مرات تير لما إنسان يأتي إلى المسيح رب يعطي شفاء كامل لكل الإنسان ترى إنسان جديد بكل معنى الكلمة على كل الأسعاد فيتدخل الله بطريقة معجزية لكن المعجزات هي دائما حتى في الكتاب هي ليست النورم ليست النمط الطبيعي هي الاستثناءات يعني بعض أحبائنا اللي بركزوا كتير على أنك إذا أنت مؤمن يجب أن تكون شافي معافا بالكامل من أي نوع ضعف أو مرض من أي نوع هذا ليس صحيح إذا نطلع على الكتاب المقدس في مرحلة معينة بأيام موسى ويشوع حصلت معجزات مرحلة ثانية على أيام إليا وأليشة حصلت معجزات مرحلة ثالثة على أيام الرب يسوع والرسل حصلت معجزات في مرحلة رابعة في الضيق العظيمة بيقول بيوئيل اتنين سيكون في مرحلة معجزات خارج هوا ثلاث مراحل على مدى ألاف سنين من التكوين إلى أيام المسيح لو أحصلت كل المعجزات خارجها ثلاث مراحل على مدى أربعة ألاف سنين تكاد لا تكون أربطاش أو خمسة عشر معجزة فقط إذن الله يتعامل مع طبيعة البشر ومع نمط الحياة الطبيعية والمعجزة هي ليست الواقع النمطي وإنما الاستثناء ويستطيع الله اليوم أن يعمل معجزة ويشفي لأجل ذلك نصل لأجل شفاء الناس أكيد لكن لن نتوقع بأن كل حالة تشفى بهذه الطريقة ولكن لو قلنا أن المسيح تدخل ويشفي أمراض الإنسان بالكامل فنتسأل هل الإنسان هو فقط روح؟ الإنسان هو روح ونفس وجسد فيه البعض بقوله الروح والنفس هي شيء واحد لا سأدخل بهذه التفاصيل لكن حتى اللي بقوله هي نفس الشيء لكن نستطيع أن نصل هذه الروح عن الروح العلاقة مع الله والروح أو النفس بمعنى المشاعر والعواطفة لكن نقول أن هذا الإنسان هو مركب من هذه الثلاثة مثل طاولة لها ثلاثة أرجل لو أنت ضربت أي رجل من هالثلاث أرجل ستقع هذه الناحية وستقع معها الناحيتين الثانيتين فلن نفترض هذه الطاولة قائمة على الجسد والنفس الروح سقطت الروح يعني الإنسان وقع بسبب خطيته وذنبه والضمير التعبان ستقع الروح لكن النفس ستهوي والجسد الأعصاب النفس الفكر الأعصاب والجسد الصحة الرزان لو الجسد وقع تقع اثنين لازم ننبع لهذا الموضوع ولما الإنسان بيجي معاني بيكون معاني على كل الأصعدة فإذا كانت علاقته مع الله سيئة علاقته مع الناس تسوق قراراته تصير غير حكيمة غير متوازنة وبالتالي جسده يتعب ويمرض وإذا الإنسان التعبان جسديا مريض جسديا وما عم بعالج نفسه نفسيته بتتعب وبالتالي وينك يا رب ليش تركني لأجل ذلك يجب أن نعرف دائما أنه ثلاثة مترابطة وليزب نعرف ماذا الذي سبب سقوط الأثنين الباقية هل مشكلته سوري لأنه رسول بولس صلاته كان ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة كاملة أمين فالله بيتعمل مع الهولنس تماما فأول سبب واحد بيقول مثل أي طبيب بيروح أنت عندك سكري ما الذي سببه ميراثة أكل السكر عدم الحركة لازم نعرف شو السبب مع العلاج لازم نعرف هالشخص مشكلته صحية جسدية مع مبنام مع مياكل لأجل ذلك انهار عالمه الآخر أو مشكلته نفسية مرضية أي اضطراب اللي حكينا عنه لسبب انهار عالمه الآخر أو مشكلته روحية غير حكيم روحيا يأخذ قرارات ليست في طاعة الله علاقته مع الله مخروبة فبالتالي علاقته مع البشر مخروبة